يوم كان عندنا زيارة ميدانية في السوق الجملة ديال الانزكان ديال الفواكه والخضر واللي شفنا فيه يعني الدينامية ديال السوق اللي هي جد مهمة واللي كات كيمول تقريبا الأسواق الوطنية فيما يخص الطاماتين 91% تقريبا والخضر الأخرى كذلك والآن احنا في هذه الضيعة ديال الانتاج ديال التماطيم واللي كنشوف بأنه الحرارة الدنيا اللي كانت في هذه الأسبوع الأخيرة اطرت بوحد صفة يعني اللي هي بينها على النطج ديال التماطيم وعلى الجني ديالها باستمرار بما ادى الوحد الارتفاع الأتمينة ولكن هذه يعني فطرة عابرة بالحرارة الدنيا بدت كتطلع فاحنا كنشوفوه بدون النطج بدك يطلع تدريجيا وهذا شيء غادي يكون عنده واحد تأثير يعني مباشر في هذه الأيام والأسابيع المقبلة ان شاء الله قبل ما يدخل الشهر رمضان المبارك على الأتمينة ديال التماطيم اللي غادي ترجع تدريجيا للمستويات ديالها قبل هالأوينة الآخرة والاجتماع اللي عندنا مع المهنيين اليوم مع الفيدرالية بمهنية غادي يعني نمشيو فيه في تدقيق لاننا عندنا معهم تشاور مستمر كباش كيكون تدريج ديال تمويل سوق داخلي باستمرار وبواحد الكميات اللي كتخلي المستويات ديال أتمينة كتكون في الطاقة ديال الشرائية ديال ديال المواطنين والمهنيين المنخرطين يعني في تزويد سوق الوطني كي يعملوا واحد يعني العمل جبار باش كيوجدوا هاد يعني الانتاجيات وواحد الكمية اللي هي مهمة وخصوصا واحد جودة اللي هي عالية وهذا يعني هو العمل يعني اللي كي يخلينا باش كنحكموه في هاد القنوات ديال التوزيع بالنسبة الخضر والمواد اللي هي أساسية بالنسبة المستهلك المغربي والتوازن كاين بين التصدير وبين السوق الداخلي الأولوية السوق الداخلي والمهنيين منخرطين في هاد المنهاجية ديال العمل من الأهداف ديال أعزيز تنظيم المهني و30% من الميزانية ديال الدولة ديال الكي طعب تكون كتدبر من طرف المهني ما معنى ذلك؟ وعند ذلك نظر المهنيين كيين لمعترف يمكن طبعا مكيين الغرف الفلاحية وكيين الفيدرالية المهنية هاد عنده القوانين هاد الفيدرال الغرفرة مؤسسة بسطورية والفيدرالية تعدهم قانون وطبعا مجمعيات وهذا المنظوية تحت تحت هذا الشيء هاد 30% شنو هي؟ هو هاد ميكانيزم اللي عندنا باش باش بتكون تضيير بها هاد الاموال كتكون عبردها عقود وهما لعقد البرامج وهذا هو الجانب الستراتيجي اللي بيقدر تعليه واللي غادي يكون عندنا عدة لقطعة تعليه ولكن نرى كل نوضيجا الواحد اللي من قبل باش توجدوه لعقدات البرنامج واللي هاد عقدات البرنامج هو جانب ريك مهم من المخطط الدينية للخضروات للخضروات وان شاء الله هاد عقدات البرنامج غادي ينقرها في ماي المقبل في مكناس في معرض الدولي للفلاحة اللي غادي ان شاء الله هاد السنة غادي نديرو نسخة ديرو خمسطاش من بات ما حبسناه هادي واحد ثلاثة سنوات ما عملنا عشقه باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا فلاشن يوتيوب وفعلوا الجرس